بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله جميعا في الكورس الجديد اللي هوijnal mykologist حتكلم عن محاضرات اللي هقطيها في هذا الكورس إن شاء الله أول محاضرة اللي هنتكلم عليها بإذن الله عز وجل اللي هي introduction of mykology هنتكلم عن الجين والفيتشرز للفانجاي ما هي الصفات الفانجاي بعد ما نتكلم عن الجين والفيتشرز للفانجاي هنتكلم عن الريبروداكشرز للفانجاي وهنا نقطة مهمة هنتكلم على السبور والسبورز هي الأساس في الربروداكشن بعكس البكتيريا كانت البكتيريا عشان ما تموتش تحافظ على نفسها طبعا بعض البكتيريا زي الكوليستريديم تحافظ على نفسها تعمل سبور هنا السبورز هو الأساس هنتكلم عليها إن شاء الله ثم هنتكلم على الكلاسيفيكيشن كاميرفولوجيكال كلاسيفيكيشن وكلينيكال كلاسيفيكيشن في المحاضرة الثانية هنتكلم على الانتي فانجل دراجز هنتكلم فيه معنى cell wall inhibitors وفيه معنى cell membrane inhibitors ومعظم الدرقز حقيقة بتكون في cell membrane inhibitors هنتكلم كمان على الدرقز اللي بتعمل inhibition nucleic acid ثم على الدرقز اللي بتعمل inhibition cell division في المحاضرة الثالثة هنبدأ نتكلم على أول ديزيز في السوبرفاشيال انفكشن اور مايكوزيز اللي هو بترياسيس فرسيكلر والبترياسي فرسيكلر من الدزيز الشهيرة في مجتمعنا وكيف نعرفها وزي ما انتوا شايفين في الصورة نقول the hypopigmentation إذا ذا عنده بترياسيس فرسيكلر وحنعرف الدفنشن لهذا الدزيز وكيف المودوف ترانزميشن والباثوجينيسيس لهذا الدزيز كيف نعمله تشخيص وكيف نعمله تريتمين في المحاضرة الرابعة هنتكلم على الدرماتوفايتس والدرماتوفايتس في الحقيقة هي الأساس في المايكولوجي يعني على اعتبار أنها منتشرة بشكل كبير وفي الدرماتوفايتس هنعرف ما هو تعريف الدرماتوفايتس وحنعرف الكوزاتف ايجنت للدرماتوفايتس وحنعرف الطايبز أوف تينيا التينيا كابيتيز وتينيا كروريس وتينيا أنجم وتينيا بيديس هنعرف كل التينيا وحنشرح كل طبعا فيما بعد هنشرح كل التينيا لوحدها وحنعرف أن الدرماتوفايتس دي ليش سموها تينيا أو ليش سموها رينج وورم وبالتالي دي هي تعتبر أيضا وحنعرف وحنعرف كمان بعد كده حنتقل للمحاضرة الخامسة اللي هي تينيا كابيتيز اللي هي بتعمل تينيا اللي بتعمل في تينيا كابيتيز في السكاوب وهنا نقطة مهمة حنناقشها ما تحدثش تينيا كابيتيز إلا في الأطفال حنناقش هذا الموضوع بالتفصيل حنعرف الديفينيشن للتينيا كابيتيز كيف الموضوع ترانسميشن للتينيا كابيتيز وإيش الباثوجينيسي اللي بتحدث ثم كيف نعمل لها بداياجونوسيس للتينيا كابيتيز وكيف نعمل لها تريتمين بعد كده حننتقل في المحاضرة السادسة إلى التينيا باربي هي التينيا اللي بتصيب الشارب وبتصيب الدقن حنعرف ذي البكتيريا أيش اللي بيسببها ما هي الدرماتوفايتس اللي بتعمل التينيا باربي وكيف يحصل mode of transmission وكيف يحصل pathogenesis لها وكيف نعملها diagnosis ونتأكد أنه فعلاً ذي تينيا باربي وليس شيء آخر وحنعرف كمان ما هو treatment لها في المحاضرة السابعة هنتكلم على التينيا كاربوريس يسموها كمان تينيا سرسيناتا هنتكلم على التينيا كاربوريس ذي اللي هي موجودة في أي مكان في السيرفس سكن وكيف تنتقل ذي وكيف أنه الشخص ممكن يعمل auto infection لنفسه بالتينيا كاربوريس وكيف أنه ذي ممكن تصيب الناس الكبار يعني تصيب الأطفال وتصيب الكبار وليش تصيب الكبار هنعرفها بالتفصيل ما هي الميكانيزم وما هي pathogenesis وما هو lab diagnosis للتينيا كاربوريس أو التينيا سرسيناتا والtreatment في المحاضرة الثامنة هنتكلم على التينيا كاربوريس وهي التينيا اللي بتكون between the groin between the groin هنعرف ما هو السبب التينيا كاربوريس وحنعرف pathogenesis وال causative agent وال mode of transmission ثم lab diagnosis والtreatment وفي نقطة مهمة هنا في التينيا كاربوريس حنعرف حاجة اسمها الانتر ترايغو والانتر ترايغو ذي بتحدث نتيجة احتكاك وبعض الناس يقولوا أنها يشكوا أنها تينيا كاربوريس وما هيش تينيا كاربوريس خالص هي حاجة بنسميها انتر ترايغو وبتحدث في المناطق اللي فيها رطوبة وفيها حرارة وخاصة الناس اللي بيروحوا في العمرة أو بيروحوا في موسم الحج بتحدث حنشرحها بالتفصيل اللي هي التينيا كاربوريس والانتر ترايغو في المحاضرة التاسعة حنتكلم على التينيا مانم اللي بتعمل تينيا في الهاند سواء كان في بطن اليد أو خلف اليد يسموها تينيا مانم حنعرف ما هو تعريفها حنعرف الباثوجينيسيس لها مودوف ترانسميشل لها بالنسبة للتينيا مانم وكيف نعملها دايغو نوسيس وثريتمن في المحاضرة العاشرة حنتكلم على التينيا أنجم اللي بتعمل النيل انفكشن حنعرف ما هي الكوزاتف اللي بتأدي إلى التينيا أنجم وكيف يحدث هذا التينيا أنجم الباثوجينيسيس حقه خطوة خطوة وحنعرف كيف نعملها دايغو نوسيس ونتأكد أنها فعلا تينيا أنها قضية أنها ديرماتوفايتس أنها تينيا وليس أثر كوزاتف وحنعرف كأكيد التريتمنت للتينيا أنجم في المحاضرة الحادية عاشر حنتكلم على التينيا بيديس وهي أشهر تينيا على مستوى العالم اللي هي تينيا بيديس أو يسموها الاثلتس فوت اللي هي الرجل أو قدم الرياضي حنعرف أنه التيبز أوف التينيا بيديس الكينيكال بيكتشارز اللي بتظهر بها اللي تظهر بها التينيا بيديس ما هو الكوزاتف للتينيا بيديس كيف تنتقل هذه التينيا بيديس كيف نعمل لها دايغو نوسيس ونتأكد أنها تينيا بيديس وكمان نعرف التريتمنت السبيسيفيك للتينيا بيديس المحاضرة الثانية عشر حنتقل على حاجة اسمها تينيا نيجرا وكمان هنتكلم على البيدرة التينية نقرة طبعا الاسم غلط لكن خلاص الناس توارثوه جيل بعد جيل واصبح تينية نقرة وحنقول ليش الاسم غلط التينية نقرة حنشوفها زي ما انتم شايفين انه في باتشز في الهاند يوجو اللي بتكون في الهاند وهل الباتشز دي هي ناتجة انه في مشكلة في الميلانين ولا مشكلة في الفطر اللي حيسببها وما هو الكوزوتف ايجنت للتينية نقرة وبالتالي حنعرف ليش التينية نقرة بتكون موجودة بهذا الشكل شكل البراون اللي موجود على الهاند وما هو دمودوف ترانزميشن لها وكيف لو ما حدث ان الشخص ده حصل له هذه الباتشز اللي هي التينية نقرة ثم حنتكلم على قضية البدرة والبدرة فيه تو تايبز فيه البلاك بدرة اللي بتصيب الهير كمان وفيه معنا كمان الوايت بدرة حنتكلم على كل واحدة بالتفصيل ما هو تعريفها وكيف حدثت وكيف انتقلت وكيف نعملها دياغانوسس وكيف نعمل تريتمين في المحاضرة الثلاثة عشر خلاص حنتقل الى السابكوتينيوس حنتكلم على المايستوما اللي هي ماديرافوت وحنقول لكم ان هذا الشكل تخيلوا اللي امامكم انه المريض ما يشعرش باي قلم مع الشكل المفزع هذا ما يحصلش اي قلم حنناقشها بالتفصيل كيف حصل مودوف ترانزميشن وكيف حصلت الخطوة خطوة اللي نوصلنا الى الساينسس والليجنز بالشكل ده وكيف نعملها لاب دياغانوسس وكيف نعمل تريتمينت في المحاضرة الرابعة عشر حنتكلم على والسيستيميك فانجل انفكشن والسيستيميك فانجل انفكشن وحنتكلم على حنتكلم على كل واحدة ما هو تعريفها ما هي كيف بيحصل الباثوجينيسس على اعتبار انه فطر بيعمل وحنتكلم كيف نعمل وما هو التريتمينت في المحاضرة الخمسة عشر حنبدأ او الخامسة عشر حنبدأ بال ممكن تكون سيستيميك لكنها يعني ما تصيبش للناس اللي عندهم زي هنتكلم على واني الكانديدياسيس ده موجود نورمال فلورا عندنا لكن ما يمكنش يصيبنا الا اذا فيله بريدزبوزنج فاكترز هنتكلم ما هي البريدزبوزنج فاكترز اللي بتؤدي الى انه يحدث ديزيز الكانديدياسيس كيف نعملها لاب دياغنوسيس وكيف نعمل تريتمينت في المحاضرة السادسة عشر هنتكلم على هنعرف ما هو تعريفها ما هي الباثوجينيسيس هنعرف اللاب دياغنوسيس ثم هنعرف التريتمينت في المحاضرة الاخيرة اللي هي هنتكلم على في كثير من احنا هنركز على هنتكلم عليهم وحنتكلم انه كيف اللي هو مثلا كيف بيعمل وكيف انه فيه وكيف انه مثلا بيعمل مثلا ساينوسايتس ووتايتس ميديا وحنتكلم كمان على اللي هو اللي بيعمل اللي هو هنتكلم عليهم وحنتكلم على خطوة خطوة وكيف نعمل لكل ثم هنتكلم على بيذن الله عز وجل المحاضرات هذه حد ديكم او بيذن الله حتذاع لكم كل خميس الثالثة عصرا ان شاء الله اثر من الله عز وجل اني اوفق في هذا الكرس وانه يكون مفيد لكم ولا تنسونا من صالح دعائكم وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته